في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثر طيف من الذكرى ومراقب كبرى طيف من الذكرى ومواقف كبرى بالنور قد كتبات لتضيء كالقماري في سيرة عطرة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخذ المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في الجزء الثاني من لقائنا الممتع مع الدكتور صالح بن عبدالله الحمد وذكرياتي حياكم الله دكتور صالح حياك الله مرحبا دكتور كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن بدايتكم في رسالة الماجستير وكان حديثنا عن الرسالة كانت بعنوان التعليم المبرمج بين الواقع والمأمول سؤالي دكتور كيف تم اختيار هذا العنوان نعم طبعاً هذا العنوان أو هذا المموضوع الذي هو التعليم المبرمج جزء كبير من التعلم الذاتي وهو تعلم مستخدم في جميع دول العالم وله فوائد عديدة ونحن وأنا شخصياً طبقت هذه التجربة على مدارس الحرس الوطني يعني تطبيق ميداني نعم ميداني استمرت التجربة ستة شهر وبهذا المناسبة أشكر المعلمين الذين تعاونوا معي في تلك الفترة وصحة والأوراق والآخرة فكرة والشيء الفكرة التعليم المبرمج كيف تعرفت أنا التعليم المبرمج؟ حقيقة أقول هذا بكل صدق ما كنت أعرف ما هو التعليم المبرمج لكن كان عندنا في الجامعة في ذلك الوقت أستاذ الله يذكره بالخير ولفك اسمه يعقوب حسين نشوان كان منتدى من جامعة اليارموك بالأردن وكان الحقيقة من خيرة المعلمين الذكاثراً في الجامعة خلقاً وحرصاً وآخرة فكنا نحتك فيه أي احتكاكات كثيرة ونتبادل معه الأرى والأفكار فكان من ضمن أن الأفكار التي طرحها علينا الكلام هذا التعليم المبرمج وخلوكم في التعلم الذاتي لأنه نقلة حديثة وآخرة فأخذنا منه بعض المراجع وحتى أنا رسلت كان لأخ في أمريكا يدرس الدكتوراه وإرسلني مجموعة من الكتب التي تتحدث عن التعليم المبرمج وأعطيتها الدكتوري عقوب وترجم منها مجموعة كبيرة على المواضيع التي يقول تصلح لك هو اللي يشار عليك الدكتوري؟ هو اللي يشار نعم هو اللي يشار عليه وكان معي زميني عبد الرحمن العاصمي نائب وذير التعليم سابقا كنا مع بعض وهو أخذ موضوع آخر في التعلم الذاتي اللي هو الرزم التعليمية وأخذناها جميع ومشرفنا كان واحد بتسمح للدكتور بس برجع فكرة التعليم المبرمج وش المقصود بالتعليم المبرمج؟ التعليم المبرمج هو جزء من التعلم الذاتي يتعلم الطالب على مزاجه لكن دور المعلم إشرافي يعني يعلم الطالب عن المشاكل التي تقع قدامه لكنه يضع برنامج المعلم ويقدمه للطالب وفي النهاية يصير اختبار في هذا الكلام يعني الطالب يدرس بنفسه هو هل هو التعلم النشط الآن اللي يسمى التعلم النشط الآن؟ لا هو جزء طبعا التعلم الذاتي من أجزائه التعليم المبرمج والتعلم عن بعد الآن وعندي كتاب فيه جاهز التعلم عن بعد فهو تعلم ذاتي يعتمد على مقدرة التلميذ وجهوده ونشاطه وزيارته للمكتبات وسؤاله للمختصين وكذا يبقى فيه إذا حصل عليه مشكلة وشيء يسأل المدرس المدرس دوره إشرافي فقط فقط لكن هل هذا الآن الدكتور مطبق الآن في مدارسنا؟ لا بالأسف هو جديد هذا ولكن فيه يقولوا العيوب طبعا أنه مكلف ماديا وكذا هذا كان عام كم تقريبا؟ قديم جدا طيب وأنت كنت مشرفا تربويا حضرة الماجستير نعم كنا ندرس العصر وحينما خلصنا المواد خلاص في مواد مطنكيها في الجامعة خلصت دراستها تبدأ في مرحلة البحث كم كانت المدة؟ مدة البحث سنة عام دراسي كامل عام دراسي وزيادة بعد والدراسة النظامية كانت كم؟ سنتين سنتين في جامعة الملك السعود هذه؟ نعم كل التربية كل التربية ثم لما نهيت الماجستير استمرت في عملك في الحرص البطي مازلت نعم على العملي وكانوا واعدين في جامعة الملك السعود أنهم يفتحون نظام التسجيل في الدكتوراه جميل متى قالوا بعد سنة بالكثير تأخر تأطال كثيرا حتى جاء سنة 1413 فذهبت إلى جامعة الإماء وعملت التقديم وكذا وقابلوني بكل صعوبة وللأسف شديد كانوا الذين قابلوني وقروا علي ذلك أناس مدرسيني في التاريخ ومدرسيني في العالم التربية بحجة يعني أنك جاي من جامعة الملك السعود ما عليش لا من الصعوبة يرونها صعوبة نعم فقرروا عليه عشر مواد تكملية نعم عشر مواد تختبر فيها وبعدين يعطلوا أنك مشرف تفهمت إياها على الخطة وتختار موضوع وكذا أنت تبغى فقط الرسالة أنا أبغى الرسالة فالعشر مواد طبعاً عينوا للمعلمين واتفقتنا إياهم واختبرتها بست مواد نجحت فيها أخذت انتياز باقي أربع مواد ذهبت إلى القاهرة لحضور مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبعد نهاية المؤتمر كان ينتهي الساعة الثانية ظهراً زرت جمعة من الجامعات في مصر في الأخير زرت جامعة الأزهر وعرضت عليهم فكرة دراستي وكذا وكذا فرحبوا وإلى آخرها فانسحبت من جامعة الإمام لأن فيه ظروف كان فيه ظروف هاكل يوم خاصة واندارس ست مواد ما أخذتها امتياز نعم ولكن فيه عقبات أخرى وصلتني فيها صعوبة اضطررت أنا واثنين معي للإنسحاب أنا توجهت إلى جامعة الأزهر ووجدنا في جامعة الأزهر صعوبة أخرى لا وهي توفل في اللغة الإنجليزية واختبرت في مصر في المركز الثقافي الأمريكي أحد عشر مرة ولم أنجح ولم أنجح هذه حقيقة إلى أن جاء الدكتور أحمد عمر هاشم الله يجعله موفق بالدنيا والآخرى هذا حين يرزق فقال إحنا عندنا مش عندنا كلية اللغات والترجمة هنا قالوا إلا موزن اختبر الطلاب حيقبوا تنففل إزاي يعني الواحد يروح في أمريكا ثلاث سنوات عشر سنوات ما يقبش التوفل وهو فعلا صادق عام 13 تقريباً نعم فاختبرونا في كلية اللغات والترجمة والحمد لله نجحنا وبدأي نعلم وسجلت الدكتوراه درست الدكتوراه دراسة أو فقط رسالة كان عندنا مواد إسلامية مواد إسلامية شرط معطينا إياها كتب سطلبات فقدمت على أحمد عمر هاشم أنا شخصياً وشرحت لقيتنا نحن قايي من السعودية ودارسي للكلم هذا فحالها إلى مجلس الجامعة وقروا بأن الطلاب السعوديين يأذون من المواد الإسلامية تحكمنهم بيئة إسلامية نعم جاين هو يقوله يقول الدين عندكم نعم الحمد لله وكملنا على الرسالة ومن حسن حظنا المشرف حقي هناك جاء إلى جامعة الإمام منتدب يسمونه أستاذ زائر نعم فانتهزت الفرصة فكان ساكن بالرياض وصرتها تردد عليه وخلصنا الحمد لله عفواً خلصتها أنت هنا كله هنا لا خلصتها البحث كان برضو على مدارس الحرس أيضا وجاء هو المشرف وش كان عنوان البحث الدكتور؟ اللي هو الوحدة التعليمية الصغيرة التعليمية بين النظرية والتنفيذ نعم وش المقصد بها أيضاً؟ نفس الأسلوب نوعاً من التعلم الذاتي جميل نعم نعم ومن حسن حظ المشرف جاء وزار المدارس وشاف التجربة على الطبيعة وشاف الأمور كلها تمام وسر بهذا والحمد الله وكم جلست وين فيها البحث الدكتور؟ والله يمكن سنتين ما شاء الله وأنهيت الدكتوراه؟ أنهينا الدكتوراه 1418 متأخر لكن أنا كانت عندي طموح أني أخذ الدكتوراه بي وإلا ما نفعته ترى مابدياً على فكرة إيه؟ لأني هكاليوم لو تحولت من لاحة تعليمية لأستاذ مساعد في الجامعة نقص راتي بـ 5000 إيه؟ فأنت مورك زينة يعني؟ نعم الحمد لله وكملنا عنه طيب كم أمضيت في العمل الحكومي يا دكتور؟ 40 عاماً ما شاء الله من 28 ستة ستة وثمانين إلى 17426 ما شاء الله ثم حزاء التقاعد نعم ما شاء الله المرحلة هذه يا دكتور صالح يعني مرحلة التقاعد وقرر التقاعد وشكلت لك يا دكتور يعني أيام بداية التقاعد؟ طبعاً التقاعد قبل ما نتحدث فيه هو مرحلة عمرية من عمر الإنسان يجب أول شيء أن يخطط لهذه المرحلة مرحلة الطفولة مرحلة إلى الشباب مرحلة الكهولة الوظيفة يجي مرحلة التقاعد يجب الإنسان أول شيء أن يؤمن بها لأن غالبية الناس للأسف يتذمر من التقاعد ويعتبر نفسه تقاعد من تها وإلى آخره هذه ناحية ناحية الثانية يجب أن يعتبر هذه المرحلة مرحلة من مراحل حياته يستغلها بما يفيد نفسه ويفيد مجتمعه ويفيد أسرته أيضا في هذه المرحلة طبعاً كل إنسان له طريق في هذا الموضوع وللأسف فيه بعض ناس تقاعدوا وجلسوا ومال أو في ناس كل واحد عدل يعني طريق سوا طريق منهم من يقضيه في الرحلات والسفر وطبعاً قبل هذا كل شيء ممكن يتفرغ للعبادة أكثر وقراءة القرآن وزيارة الأقارب وتكوين العلاقات السماعية وإلى آخره ومنهم من يقرأ كثيراً ومنهم من يكتب كثيراً ومنهم من يجاو الرياضة إلى آخره هذا الإنسان الذي يستغل هذه المرحلة فأوصي بهذه المناسبة أوصي يا أخواني المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد أن يخططوا لهذه المرحلة وكلاً حسب قدرته وحسب ميوله واتجاهاته ورغباته إنما أجلس وأقول أنا متقاعد وانتهيت والمجتمع ما عاد يعرفني المجتمع مشروع عليك منه المجتمع أنت عيش حياتك عيش حياتك التي أوجدت الله لها يا السلام طيب دكتور أنا بس ترى في مرحلة قبل التقاعد نتحدث عنها مرحلة الأبناء يعني الآن مثلاً عبد الله وأبد الحكيم علاقتك بهم والله يا ليتك تجي تشوفي علاقتنا وشلونها يا ليت والله هذه الشباب هي تكتر صالح نعم علاقتنا علاقة عادية نعلق على بعض ونضحك على بعض ونسولف مع بعض ونتفاهم مع بعض ونغلط بعض هم يعني يغلطوني بعض مرات في بعض الأشياء لما يشوفوني يبوها ترى هذه يعني أنت سويتها غلط وتقبل ما فيه فيجب بين الأسرة بين الأب وأبنائه هذه طبعاً وصية أن يكون هناك متسع من العلاقة الوطيدة البعيدة عن الرسميات الاحترام له ما كانت الاحترام موجود يجب أن يكون موجود ولكن يجب أن يكون ما فيه رسميات جميل حتى أن الإبن يستطيع أن يستشير والده ويحدث مشاكله وإلى آخر دكتور هل تدخلت أنت في تخصاتهم دراساتهم عيالك؟ أبداً والله أبداً هم اللي يستشيرني أقول لهم كذا كذا واللي ما يستشيرني وهم والغالبياتهم استشارون من الأسلحة في زواجهم مثلاً في زواجهم نعم وبيوتهم وستقرارهم كل شيء لازم زي ما قلت لك بيننا حمد الأمور خلفة؟ نعم جميل طيب الدكتور صالح والسفر نعم أنا أعرف أنك هاوي ويعني ما شاء الله كثير والأسفار والترحال تذكر أول رحلة رحت لها دكتور؟ أول رحلة كانت بدعوة من خالي أحمد الله يرحمه ويحله بيها كان في الإجازة أعمال في الكويت وكنت صغيراً في معهد المعلمة تالبي الزلفي طلب مني أني أحضر لما في الإجازة في الكويت هم مقيم الخال أحمد الخال يستغل في الكويت كان يعمل عند الغنام الآن موجودين الله يمتعهم بالصحة والعافية وذهبت هذه أول زيارة سافر للكويت كم عمرك تقريباً؟ كان عمري 16 17 16 أول مرة تخرج بر الزلفي نعم صغير وأخذين معنا تبكرة مرة برية ولازم كثير لما الجوازات يسمونها الجوازات والجنسية الجوازات والجنسية عندما تذهب تقدم عليهم ولازم تحضر كفيل يكفلك لماذا الكفيل؟ يكفلك يعني أنك يمكن عليك شيء أو لاش يجيبك لا أدري هذا كفيل وتذكري يسمونها تذكرة مرور برية هذا عندنا في السعودية كانت سابقة في حدود السعودية ممتاز كتيب دفتر اسمه تذكرة مرور برية تعبيه دفتر يعبونهم زي الجواز بس أنه اسمه تذكرة مرور برية نعم وكان في جواز عندك تقصت جواز؟ لا لا ما في جواز مرة؟ مرة في الأول يوم نروح لكويت هذا هو ما في جواز كيف وجدت أول سفارة دكتور؟ والله زي ما أقول لك وكررتها كم مرة البيئة تبعاً مختلفة مختلفة جداً لأسيما في ذلك الوقت الكويت كان في ذلك الوقت يختلف عن الواضع الحالي كثيراً السنة الثانية بعدها يمكن سنة أو سنتين برضو علح علي خالي الله يرحمه وذهبت إليه وكان متزوجاً في الزبير بالعراق ايه؟ وذهبت ومعه للزبير نعم لزيارة زوجته كذا فكان في شباب لأحد الأخوة صار بين بينهم عيش وملح وكذا وطلبوا من خالي أني أقعد معهم يعني حتى السبوع الجاي خالي كان يجي كل الأسبوع للزبير ويرجع ويرجع فقالوا خل صالح اترك صالح حتى السبوع قال خالي كيف وجلست فجاني واحد من عائلة البسام أي لا أذكره وقال لي أروح بصالح البغداد من زور خالي كان سفير في العراق ايه؟ فذهبنا خال البسام هذا؟ خال البسام هذا ايه؟ فذهبنا ولما جهنا في الليل كان يرغب يقول يروح للخالي قلت أنا ما أروح بالليل خالك خاف أنت؟ لا ما هو خاف بس إحراج وكذا قال لي خالي سفير واندم فامتنعت فنمنا في فندق صغير فالصباح لما قمنا أثر الثورة قائمة ثورة حزب البعث 1968 ميلادي ايه؟ تحجرونا هكالليل هكالليل و هكاليوم و من بعده طلبت الرجوع أنا قلت ما عم خالك ما خالك و رجعت إلى البصرة و كتبت عنها بمقال اسمه الحجر و في بغداد مقال موسع رجعنا عن الكويت هذه سفراتي الأولانية هذه كلها هونت صغير تقريبا أنا صغير ثم ثم عاد جت سفرة الأمارات الملسل الباكستانية نعم حلو ثم سافرت بعدها إلى القاهرة اللي رحت إلى الأزهر لا لا القاهرة أول قبل الأزهر قبل الأزهر سفرة عادية و بعدها خلاص انطلقت في السفريات و قصرت يسموني ابن بطوطة الزلفاوي ما شرر كم عدد السفرات تقريبا والله تقدر تقول إن سافرت إلى 71 بلد أو كده دولة نعم ما شاء الله في أفريقيا اللي في الدول العربية ما زرتها لبنان فقط ما غير لكن كل الدول زرتها جميع الدول ليبيا الجزائر المغرب تونس ليبيا زرتها سابقا من واحد ملحق في السفارة الفرنسية دعوة خاصة للموضوعها طويل هذه فرحت لها ضيف والجزائر برضو رحت أربعة أيام عند واحد كان يشتغل في الموحق التعليم هناك صديق لي أربعة أيام فقط يعني هو هكذا أنت دكتور يعني يبدو عندك محبة للسفر السفر ورغبة في السفر صراحة كل واحد لهواية لكن أنا من الناس اللي هيهوا للسفر سوى بالداخل أو الخارج طيب وش خلني قول أجمل سفرة رحت لهاد؟ والله يشوف السفرات كل سفرة لها طابع خاص يعني أحيانا تكون طابع يعني إيجابي جدا وأحيانا يكون طابع سلبي جدا وكل بلد يختلف عن الثاني ما فيه يعني محل تقول من أحسن السفرات اللي سافرت لأختي لما كانت مريضة في بريطانيا وجلست معها شهرين حسيت أني خدمتها وروحت نوياها ومشيتها وإلى آخره واكتسبت لغة تتحدث اللغة إنجليزية دكتورانت؟ نعم في طلاقة ما شاء الله ما شاء الله بالتفاهم كل شيء الحمد لله ما شاء الله رحت للندن؟ نعم للندن أختي كنت في لندن هذا الكلام عام ٩٨٣٨٨ هجم ما شاء الله طيب غير لندن يعني غير الدول العربية غير لندن لندن رحت لأمريكا طبعا ثلاث مرات مرة جلست عنده اختي شهر كامل كانت الله يسفيك الشهر عندها بعض الظروف صحية طبعا بريطانيا ورحت لما تشيك ستة وسبع مرات عشان علاج زوجيه كده وسلوفاكيا وهولندا وبلجيكا إلى آخر الدول عدوا غلط على ما يقول ما شاء الله ما شاء الله وفي شرق آسيا الباكستان سافرت أنا والأخ عبد الكريم أبو صالح تعرفها كان نسيبه يشتغل في الملحقية التعليمية في إسلام بعد وخدمنا جزا الله خير ومشانا أشكره بهذه المناسبة طيبة ورحنا للهند كم مرات الصين رحت الصين نعم أنا والأخ الله كبر خير عبد العزيز بنزيد الدريس ما شاء الله وكوريا الجنوبية وفيتنام وكل دول عديدة طيب دكتور فيها السفرات هذه كانت أشبه بالسياحة الغالبية فيها سياحة طبعا كيف تتحدثون؟ يعني أنا 71 دولة يعني ما شاء الله عليك الغالبية كلها في اللغة الإنجليزية اللغة مشتركة في الغالبية مثلا في أثيوبيا مثلا أو في تنزانيا أو مثل كينيا هذه دول إفريقية لكن اللغة الإنجليزية نشيطة عندهم جدا قوية طيب أصعب رحلة يعني مرت عليك فيها نعم هذه أصعب رحلة أنا سميتها رحلة عذاب إلى بلاد بلقان زمان سنة 1982 كنت مسافر أنا ويا أحد للعلاج لما كانت تشيكو سلوفاكيها دولة واحدة فكان هو يظن أنه ما في فيز وأنا أظن أنه ما في فيز ورحنا ونكبنا بقطار ومشاكل حصلنا عليها وقدنا نسجن إلى آخر قصة طويلة وكتبت عنها في مجلات وكذا يسمى وفي الكتاب موجودة اسمها رحلة عذاب إلى بلاد البلقان كم جلست فيها؟ الرحلة هذه شهر لكن بدايتها هي شعبة شاقة آسيا ذي كلها وغوربة وأفريقيا ودول العربية كلها بالرحلة دكتور الآن أصبح السفر بالنسبة لك الآن يعني هواية ترى أنه أشبه بالمتعة كلهم هواية ود الواحد أنه دائما يسافر الترحال هذا صار هواية لأن الحقيقة من خلال التجارب اكتشاف الحاجات الجديدة معلومات جديدة عادة جديدة تغيير جو جديد إلى آخرها ثم ممكن أيضا تستفيد أشياء أخرى وإذا كانت مثلا مواضيع صحية ومواضيع أخرى وتطلع على أداة الشعوب واللغات ووعدين لغتك اللي عندك هنا ما نستعمل لغة الجنزية يعني تحركها شوي وكذا تغير جوب بما معنى في ناس لو تقولها تسافر ويأكل مثلا من هنا إلى حرية ملاد قال لا لا ولا تعد الرياضة يبضي الناس مرضى كل الناس ما شاء الله من اللي يطلق عليك رحالة الزلفين والله ما أجد كلهم أنا كتبت عنها برده والكتاب هنا موجودة واجد من الأخوان لم يشوفوا دائما وين أنت كنت أنا كذا وين أنت في اليمن أنا قبلت علي عبدالله الصالح على فكرها هذا موضوع طويل ومهم بس بناخذ بعد الفاصلة دكتور الله يرضى عليك أيها الأخوة فاصلوا ثم ناودوا لكم بإذن الله عز وجل أقوم معنا لتضيئك القمار بسيرة عطرة لتضيئك القمار بسيرة عطرة مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الأخير من هذا اللقاء الممتع حقيقة تم الدكتور صالح ابن عبدالله الحمد حيكم الله يحييك يا مرحبا الله يحييك دكتور كنا قبل الفاصل تحدثنا عن ريحتك لليمن ومقابلة الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح ما بدنا بالحديث لكن هي على كل في سنة 2008 ميلادية بدعوها على أساس كان عندهم بزارة داخلية مؤتمر عن المخدرات ومشاكل المخدرات إلى آخر فطلب مني قاموا حاضرة وكان طلب من المحاضرة الأسرة ودورها في محاربة المخدرات أو في القضاء على المخدرات فذهبنا طبعا قدرت ورقة عمل نعم استقبلون هناك الأجواد وكانت الدورة هذه أو الندوة أو هذه برعاية المستشفى السعودي الألماني في اليمن بتاعس لا أسف بصنعها نعم حيث سكنونا في غرف الأطباء الزائرين خدمة يعني راقية وأكبلوا إلى آخر من الطرافة في الموضوع حينما ألقيت المحاضرة كان العجيب في الموضوع الذي أحب أقوله في ذاك الوقت يمكن الآن أيضا الأخوة اليمنيين حريصين على العلم حريصين بشيء غريب غير معقول فكانوا يحضرون إلى المحاضرات ويناقشون ويسألون ويعترضون وأنا ألقى المحاضرة فكنت أقول من أنواع المخدرات كذا وكذا وكذا لأن وصلنا إلى القاتل ولقات نوعا من أنواع المخدرات فكان يجلس في المقدمة شخص من علية القوم وأظن كيف تعرف الواحد من علية القوم في اليمن من الخنجر حقه من الخنجر أنواع اللي ينبسوا فأعترف قال ألقات ليس مخدر بلهجة الحقيقة شوي قاسية نعم فرديت عليها قلت بل مخدر قال لي ليس مخدر قلت هد شوي أهدأ وهنا سيكون لدينا حكم أنا أبرضا به إذا قال هم مخدر خلاص وإذا قال مخدر خلاص رضيت قال نعم رضيت فسألت النساء كانوا في الخلف وكان شهادة لله نساء محتشمات حريصات على العلم وكذا فسألتهم وقلت أسألكن بأمانة الله وأنتن خير من يجيب على هذا المغموع بجد هل لقات مخدر أو غير مخدر طبعا كلهم رفعن عيديهم فاخترت أحدهن فقالت إن الله لا يستحي من الحق أنا زوجة ومتزوجة وعندي ولد وبنت والمرأة تقول في الليل يعني تجهز هذا وكذا لكن الزوج يجي إذا كان أكل ملقات شوي ما هو يعني على طرف نعم يؤثر نعم قلت له يا أخي ماذا تقول قال خلاص أسلمت نعم لكن أدينا المحاضرة باللهجة المحلية لليمنية أنا أجيدها على ذكرها أنت تجد اليمينية أجيدها تماما فعطيتم مياه في المحاضرة في هذا وكان عندهم أيضا جمعية اسمها جمعية صناع الحياة وطلبوا مني محاضرة في الليل وقصة طويلة أيضا كم جلست في اليمن؟ 11 يوم دكتور أنت رحلاتك الأخرى ما كانت علمية ما في رحلة زي هذه لا 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 كانت زي ما قتلك أحيانا كذا وأحيانا بعض الأخوة الأكارم يكون لهم رغبة أن يكون معهم أو كذا لأسباب عديدة منها أني عندي خبرة في السفر وعندي لغاه وإلى آخر أنت الدكتور أظن لك سفرة إلى إيرلندا مع أولادك ودرست معهم أو شيء نعم هذه رحت مع أولادي ومع أولاد بعض الأصدقاء لمدة شهرين وحينما وجدت نفسي هناك خاليا أيضا سجلت معهم في المدرسة ودرست شهرين كاملين لغة إنجليزية نعم استفدت منها فائدة عظيمة وأولادي الحمد لله استفادوا فائدة كبيرة جدا دكتور لا زالت لغاتك الإنجليزية حتى الآن جيدة والله في وجهة نظرينها جيدة نعم لكن ما أدري لكن غير اللغة الإنجليزية والعربية الأردية الأردية تفيض الأردية أيضا هي لغة ما يحتاج اللي درستها بها سهلة على فكرة اللغة الأردية جدا أربعين بالمئة تقريبا منها لغة عربية أجل مثال بسيط بس كيس مزاج يعني وشلو مزاجك كيف حالك كيف حالك كيف حالك كيف حالك مثلا يعني أقول له لا مثلة كثيرة جميل 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 طيب هذه مرحلة السفار أكيد أنها شكلت ثقافة الدكتور صالح شكلت انطباعاته شكلت جزء من شخصية كدكتور السفر لازلت حتى الآن تهوى السفر للخارج نعم وتخطط للسفر نعم فيه يعني مشاريع إن شاء الله بس شوي عندنا الآن مشاريع فعالية رياضية سنأخذها يا دكتور طيب في مرحلة التأليف الدكتور صالح يعني صاحب قلم منذ أن كنت شابا وأنت تكتب ما شاء الله في بعض الصحب وكذا لكن لك مجموع من الأعمال والكتابات إن أردت أن أخذها يعني بالتاريخ أو حسب ما هم وجود هذا كتاب اسمه آمال وآلام للوطن متى كتبتا وش قصة كتاب هذا مجموعة مقالات مجموعة مقالات طبعا ليست مرتبة بعضها وأنا في البداية وبعضها في الوسط وبعضها في كذا حينما رأيتها لدي مباثرة وقلت أجمعها في كتاب حتى من القارئ حينما يقرأ المقال يشوف المطالب اللي فيها وش اللي صار منها وش اللي يقبل وش اللي هم معقول وش اللي هم معقول يعني ثقاثة عامة فجمعتها في هذا الكتاب ولا كتاب الثاني ما يموت هذه كلها نشرت؟ نعم كلها نشرت؟ نعم ما في شيء منها كان ممنوع مره 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 كلش مشور مره دكتور ما كانوا يتحفظون بعض الروسات التحرير على بعض مقالاتك إلى الآن يتحفظون المقالات ما تنشر تعرف الكاتب أحيانا أما من ناحية نظمية أو من أسلوب لهم الحق طبعا الطرح قد يكون من هذا الحاد نعم لكن هذه مشورة كلها طيب فيه أيضا الكتاب آخر المجتمع وهمومه نعم هذا أيضا هذا ما يماثل هذا تقريبا لكنه أعمق شوي هذا يعني زي ما تقول مقالات مختلفة لا غير مختلفة حينما يعني كبرت شوي وصار متقدمة نعم طيب متى بدأت الكتاب هذا يعني هل التاريخ تقول مثلا أنت منترتبها أول مقال وآخر مقال لا هذه عندي مقالات كانت مبعترة عندي أنا عادة لما أنشر المقال ويطلع في الصحيفة أقصه كان نوة عرف ما فيه كمبيوتر ولا فيه كذا وعطت أن عندي ملف فشافت هذه الملفات عندي متكدسة قلت أضعها في كتاب يستفيد منها القارئ ويستفيد منها وهي طبعا معلومات قيمة فيها عن أحداث وعن 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 دكتور ونحن الآن استعلضنا في الحلقة الأولى والآن الحلقة الثانية يعني هذا المشاء الله هذا الهم وهذا الاهتمام عندك الله يوفقك ومعها العمر الجميل إن شاء الله الله يرضى عليك قدرتك ما شاء الله للكتابة وتفرغها للكتابة أبعض الآن لما يكتب مقال تلقاه يعصر الزمن ويعصر المخ يا الله يطلع له بكتابة وهي هواية عندك لكن أقصد أن تبحث لك عن وقت للكتابة ما شاء الله أحيانا كتابة مقال صفحتين تحتاج إلى جهد لهني مختلف نعم فكيف استطاعت أن تجمع بين كلها والله أشوف الكاتب مثل الشاعر يعني أنا أمثله مع بعض يعني ساعة أنا جاي بالسيارة أمشي ووصلت إلى البيت خلاص وصل مخي موضوع لازم أكتبه قد يكون العشاء جاهز لا أبكتب المقال عندي المقال خلاص يعني زي ما تقول جاهز مرة وأحيانا عندي مقال مهتم فيها أبكتبه ودي كتبه ويمضي أسبوع أسبوعين عشرة أيام خمسة عشر يوم حتى ما كتبته أنت في البيت عندك مكتبة نعم خاصة عندي بالرياض وعندي بالزلفية وكتب مكتبه طبعا منوعة هي طبعا تعرف الدين هو الأساس وفيها كتب تخصص وفيها كتب يعني مختلفة ما شاء الله طيب أيضا أنا هذا كتاب أعرف أنه أيضا عزيز عليك وله قيمة كلمات تراثية من محافظة الزلفي نعم متى كتبت هذا دكتور؟ هذا قريب له هذا آخر كتاب على كل نارها ما شاء الله يمكن شهرين أو كده وش جمعت فيها دكتور؟ كلمات التراثية التي كانت مستخدمة سابقا وانقرضت الآن ما عاد يستخدمونها الشباب في الجيل حالي؟ نعم في الزلفي؟ أنا كتبت في المقدمة قد تكون مستخدمة في مدن أخرى لكنها مدن قريبة وش أغرب الكلمات؟ مثلا عندك قلنا مرينا على كلمة مثلا مثلا المعشش والمنحات ومثلا لما تقول دغرني دغر ولما يقول واحد وراك بعت البيت قالت جاني ودغرني يعني جاه فجأة وتكلم عليه كده هذه كلها موجودة في الزلفي وراك سافرت وشجاك وسافرت وخليت شغلك قال جاني في صالح الحمد ودغرني دغر وراح بي يعني جاني مفاجأة وأعطاني معلومات كذا عجل علي هذا كمثال وعندك طبعا شرح عن بعض الأكرمك الله الحيوانات السادقة التي تسمى والأشجار والأماكن وأكثر ما به أحاديث النساء التي تقول مثلا مهبات هذه مهبات تطلقون على الحرم هذه هذه مهبات يعني؟ يعني مسكينة سبحان الله ضعيفة مثلا ما نجحت في الزواج مهبات مسكينة حظهمه بجيء كم كلمة جماعة دكتور؟ والله ما عد لكن فوق الستمية كم جاسف لتألف هالكتاب دكتور؟ والله سنة أو أكثر وفيها أيضا دكتور بعض الصور أيضا؟ نعم الصور هذه تشرح مثلا بعض الكلمات اللي عندك والصور ترى على فكرة مختصرة لأنها صرت بتكلفني ماديا فاختصرت الصور مثلا عندك عن الدوسة كيف يدرسون الزرع؟ ألا 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 وعن الشدس وعن السباعية وعن كلمات قديمة معروفة لدى الكبار لكن الشباب ما يدروا شيء كأنها لغة هذا الدكتور لو قرت في بعض المعاهد أو المدارس الآن كنعمل أنشطة يعني معرفة هالكلمات حتى لا تندثر ما كان لك اقتراح أن تمثل مدارس والزلفية؟ لا بلا كان لي اقتراح لكن يقولوا شيء نندثر لا قلت هذا تراح يجب أن نحافظ عليه يعني يصير فيه المام بطبقات المجتمع الحالية يعني هذا وعاء الآن لحضارة الزلفية؟ لا فيه فيه لو حصل تشجيع ونحصل فيه الآن ما زال يعني عندي يمكن يغطي كتابين من هذا النوع ما شاء الله أنت تعرف يعني الظروف التي هي الطباعة والصح والتوزيع والشميع أيضا الدكتور فيه كتاب يعني من الكتب الرائعة السيرة الذاتية اللي الدكتور صالح اللي من ذاكرة الحياة هذا تاريخ كتابتها متى كانت تذكرها؟ كتابتها يعني ايه متى علفتها؟ والله يمكن ما هو قبل أربع سنين أربع سنين كده بس ما شاء الله الآن هذه صورتك يا دكتور؟ هذه صورتك؟ هذه مصورات حديدة طبعا عمرك في مناسبة للزواج ما شاء الله طبعا بالبيت الزواج كان في البيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه الأنسيرة ذاتية دونت فيها كل حياتك من بدايتك يعني تعليمك ترى بالمناسبة ليس الهدف من كتابة هذا الكتاب الحديث عن صالح الحمد والله أقولها بكل أمانة الهدف لأن أبين للمجتمع النقلة الكبيرة التي كان يعيشها مجتمعنا في الزمن السابق والحياة الحديثة التي نعيشها بحمد الله وشكره في الزمن الحاضر ما كان هدفي أن يقولها صالح الحمد صالح الحمد وناس كثير صالح الحمد لكن وساهم ناس فيه كثير كتبوا لكن أنا كان هذا هده فيه طبعا جميل نعم دكتور فيه مجموعة صور يعني زيك الله خير أنت جبتها وذكرت لي فيها صورة يعني لها مكانة خاصة عندك صورة هذه هذه طال عمرك لما كنت أدرس في المدرسة الباكستانية بالشارقة وكان طبعا مدرسة مختلطة بنين وبنات فكل يوم أنا لا أريد التصوير ولا عندي التصوير ولا أعرف أصور ولا فجئت قبل ستة أشهر وهذه الصورة تأتيني من بريطانيا أحد الطالبات لمهم ما هي بالصورة بس كانت من الزميلات تشرح عن نفسها لأنها الآن بروسفورة بالطب الباطني في بريطانيا جنسيتها بريطانية كيف عرفت عني قالت وأنا أقلب يوم من الأيام التويتر فوجدت اسمك وكذا وكذا وشفت صورتك وطبقتها مع الصورة دي ورسلتها دي دكتور صالح أنت تكتب في تويتر الآن وتتابع ما شاء الله نعم ما شاء الله عليك هذه ضنقصة يعني صورة في زواج هذه تقريبا نعم هذه صورة ابن عبد المجيد نعم في زواجه نعم قريبة هذه لا والله من قريبين ممكن لها 14 سنة وكذا ما شاء الله الله يوفكه ونستعرضها بس في شكسير وهذه ديكتور هذه مع مجموعة من الزملاء في دورة في معهد الإدارة العامة من مختلف مدن المملكة نعم جميل نعم نفس الشيء هذه صح؟ هذه في الحرس الوطني هذا الأخ المصري هذا اسمه الله يذكر بالخير كمال عبد الحميد كان يشتغل عندنا في الإدارة جميل وأنا في زيارتي لي أحد المراكز الليلية وهذا كان المستخدم في المركز نعم هذه الصورة هون كانت؟ هذه في إيرلندا هذا يدرسها فيها أنت لو أنجليزية مع عيالي نعم هذا واحد من أولاد أصدقائي ما شاء الله ما شاء الله وهذه صورت لك أيضا قديمة هذه الصورة قديمة لا قديمة بالحيالين كلها سبع سنين همانكين ما شاء الله ما شاء الله وهذه صورتك وين يا دكتور؟ هذه في إيرلندا أيضا آه ما شاء الله وهذه؟ هذه مع الأحفاد الله في البيت هذه مع الأحفاد دكتور كم عند أحفادك الآن؟ والله كتيرين الله يصلحهم ما شاء الله يمكن ما أقدر أقولهم لكنهم يتعدون 12 أو 12 الله يخليهم أصلحهم وهذه؟ هذه بعمان في مسقط أنت رحل العمان؟ نعم عمل ولا سياحة؟ ما شاء الله رحلة كانت رحلة رحنا لصلا الله ومنها وإحنا راجعين مرضينا على مسقط وقعدنا به يومين ما شاء الله ما شاء الله كم تاريخة تقريبا هذه الدكتورة؟ 2008 ما شاء الله ما شاء الله هذه أغار أمريكا في الجنادريه هذا ليشل العلم ليبنا منها الدرعية ليشل العلم نعم كنا في الجنادريه و المبادات و نقابل صحفيًا وكذا هذه أيضًا هذه في إرلندة؟ هذه في إرلندة نعم ما شاء الله ما شاء الله وهذه في الربيع أظن أبوه هذه عندنا بالزل في منطقة عندنا بالزل في جميل نعم يمكن هذه أبرز هذا يضم الأحفاد نعم هذا أولاد الأحفاد وأولاد الأصدقاء جميل الدكتور فيه قبل أن نختم هذه الحلقة فيه نقطة تحول في حيث الدكتور صالح أنا من المتابعين أيضا جزء من نشاطاتك اهتماماتك الرياضية يعني أنت ما شاء الله يعني أعطاك الله ما شاء الله هذه المبادرة الرائعة حقيقة أو وطنية وصحية كيف دخلت من جهة الرياضة؟ طبعا نكون نزاول الرياضة بعد افتتاح نادي ضباط الحرس الوطني كما قلنا من سباحة أو من كرة طائرة أو من مشي يوميا تروحي دكتور نعم كان يوميا ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التقاعد وانخرطت في جمعيات للمشي في محافظة الزلفي وفي حايل وفي عليزاه وفي بريده وفي الخبر وكان الانضمام الرئيسي مع أخوتي أطاضل رحالة الجنوب الذي لنا بحمد الله نشاط فعال في كل مناسبة وفي كل كذا كان طبعا من آخرها اللي سنبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم في هايكينغ في مدينة أبهى وانثم مسيرة من مدينة أبهى إلى مدينة ضخران الجنوب بمناسبة اليوم الوطني جميل دكتور عفوا الهايكينغ وش فكرتها؟ الهايكينغ هو المشي في الطبيعة يعني المشي خارج المدن هي من الكلمات التي للأسف جاءت لمنها دخيلة ولم تعرض مثل تلفزيون إلى الآن تلفزيون مثلا لكن معناها وانتصعد للجبال شاهدت لك صور ومقاطع نعم وانتصعد للجبال من نوع الرياضة الهايكينغ صعود الجبال المشي بين الأودية المشي على الرمال المشي بين الأودية خارج المدينة يعتبر مشي هايكينغ من الفعاليات التي شاركت فيها مع مجموعة من أخواني الأطاول زيارتنا إلى أعلى جبل في أفريقيا الذي هو كاليم ينجارو ورابع جبل في العالم صعدناه خلال ستة أيام وارتفاع طبعا ثلاث تلاف وثلاث عفوا ستة أيام وانتو تصعدون؟ نمشي حسب برنامج محدد ما هو على طول مشي لكن المشي النهائي من الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة الرابعة من بعد يوم من بعد غد عصرا كان مشي كله دكتور يعني ما كان في التعب فيه تعب ما في شيء سلام عليكم نعم فيه تعب وفيه إرهاق وفيه كذا ولكن عندنا إصرار جميل ما عندنا عزيمة وإلا فيه تعب لو تمشي برد كان الجو بارد وليل وش رايك ومشي مع هالجبل دكتور هذه ونقصك شجين سبحانه رظيم كل ما تطلع فوق ينقصوني يعني الله يعطيك إن شاء الله طرس العمر يعني هالعمر متقدمة إن شاء الله هالجميل ومع ذلك صعود الجبال الآن الناس الشباب لما يصل عمرهم من 30-35 يبدأ عندها إشكالية صعود الجبال ولا قطع أو دية لا صحيح ما الدرج للسبب طبعا عدم المزاولة ما ما يتحرك وشو يسوي اللي ما يتحرك ما مرة شوف أي شيء أي كائن حي لما يتحرك انت شوفها الحين دون مؤاخذة يعني لوحة عندك مثلا مجموعة من أغنام قسم منها يطلع للبر ويروح ويجي ويدخل ويطلعوا قسم حاجره بحوش انظروا الفرق بينهم من ناحية الحليب ومن ناحية الحركة ومن ناحية الأمراض ومن ناحية إلى آخر طيب فالحركة فيها بركة أنت دكتور ما هي رؤيتك المستقبلية إن شاء الله يعني للدكتور صالح الحمد في مجال الأنشطة والمشي والرياضة والله بحمد الله بحمد الله النشاط مثل هذه الأنشطة فيها شيء ما تتخيله يعني من ناحية الحرص الناس على الانخراط في مثل هذه الأمور في إقامة برامج وإقامة فعليات وإقامة مثل هكذا وهناك الناس حريصين على الانخراط في مثل هذه الأنشطة دكتور يعني ليش ما مثلا ما تتبنى مثلا أنت مثلا مع كمية مثلا هيئة السياحة أو وزارة السياحة أو بعض الجهات المجتمة بهذا الأمر هذا مثل هذه الأنشطة هذه وتورثونها للأجيال الموجودة الآن نشرها الثقافة للأسف للأسف الشديد وأقولها بكل أسف وزارة السياحة ووزارة الرياضة وغير متعاونين معنا بما ينبغي بشيء مثل هذه الأمور الآن يعني نراقي صعوبة في التعامل معهم لعلكم الدكتور إن شاء الله أن تعيدوا الكرة يعني كجهة إن شاء الله سنحاول أكيد من هذا المكرام نرجو ونلتمس من المسؤولين في وزارة الرياضة ووزارة السياحة ووزارة الصحة أيضا لن نخدمهم أيضا لتعاونهم معنا بس ما في واحد في وزارة الصحة ندانا يوم الأيام يقال تعالى وعطوا محاضرة عن المشي وفوائده وشو حصلته كثير من الناس اللي مشوا ما شاء الله كانوا يعالجون بالسكر يأخذون علاجات والآن تركوه مثل هذا يجب أن يقول صح الله تعطيك إن شاء الله صحة والعافية والعمر الطويل إن شاء الله المديد المثمر بإذن الله عز وجل صديقنا دكتور يعني كنا يعني عشنا حلقتين من أمتع وأجمل حلقات معك يا دكتور هالسرد الجميل وهالإثراء المعلوماتي هالرحلة التاريخية داخل وخارج مملكة تعليمية رياضية إزاك الله خير الله إزاك خير وأنا سعيد والله بهذا اللقاء وأتمنى من الله العليل القدير أن نلتقي بكم في مناسبات قادمة إن شاء الله وأنتم بخير وصحة وعافية ونشكر الأخوة الأفاضل الذي أتعبناهم معنا في تسجيل هذا اللقاء نزاك الله خير شكرا لكم دكتور صالح وأنا أيضا أشكركم أيها الأخوة على مدى حلقتين عشناها مع ضيفنا الكريم الدكتور صالح بن عبد الله الحمد الرياضي المبدع المتقاعد قائد حقيقة يعني لواء هذا المنشط الجميل هايكينغ وغيره نتكيكم بحول الله عز وجل في اللقاءات أخرى دمتم في رعاة لحفظه السلام عليكم ورحمة في سيرة عطرة عقد من الدرر تحكي جواهره عن طيب الأثري طيف من الذكرى من الذكرى طيف من الذكرى ومواقف كبرى من الذكرى